بداية حياتي كنت في مدارس حكومة الرجال قومون على النساء بقى حاجة تجيب حموضة لحب دي لا لا مش حبي يا جماعة لو سمحتوا هو لازم حب انا كياني يديف لأي راجل انا معاه ما ياخدش منه ان كان زمانك دلوقتي في شركة اتصالات وانا انسان متحفزة جدا وما يتخافش علي انا من اسرة متوسطة ويمكن مفيش حد يعرف المعلومات دي عني حقيقة فرصة انا جديت لست ربتني كنت من اسرة متوسطة بداية حياتي كنت في مدارس حكومة بعد كده اتطورت لان مامتي مستوها اتحسن فكنت بتنقل من مدرسة لمدرسة لمدرسة فحيشت مع كل الطبقات يعني يعني تخيل الناس اللي كات معاه في مدرسة الحكومة يقولك دي كات معاه في الفصل والناس اللي جمعوا بقوله بس انت كذاب انت معقولها كنت مع السادة اللي راجبة للعربية الروزروز لا يمكن يقولك لا انت انت كذاب مفيش صورة حقيقي حقيقي معك صورة مع اسمين صفر بالزبط فاذا انا كنت بنت زي ما بحكي لك كده زي اي بنت مصرية عادية ولا عندي وسطة ولا عندي عمي خالي مش عارف مين هيعمل لي ايه لا ما كانتش كده كنت بنت عادية جدي تخرجت من المدرسة تخرجت من المدرسة تخرجت من الجامعة مامتي قالتلي انت هتصرفي على نفسك و هتشتغلي زي نظام الأجانب تخرجت من الجامعة كده اشتغلت حاجة بسيطة في اسكندرية اشتغلت ايه في اسكندرية؟ اول وظيفة اشتغلتها بعد التخرج من الجامعة كوظيفة لان انا اشتغلت وقت الجامعة كمان كسامر جوب كوظيفة في الزي انا بشتغل من عين 17 سنة لكن اول وظيفة اشتغلتها حقيقية بعد اما تخرجت كانت في جامعة في مكتب اسكندرية علاقات عامة فكنت تريني و انا عايزة تثبت لاني انا بصرف على نفسي عايزة اشتري عربية عايزة اصرف على نفسي لان انا خلاص مسؤولة من نفسي ده كان السيستم عندنا و ده اللي خلي شخصيتي كده يعني ممكن الناس تفتكر ان دي مش احسن حاجة تتعمل اللي هي معي جابت نتيجة كويسة اوكي قلتوا لهم ثبتوني قالوا لي لا احنا ما عندناش مكان فاضطريت اسيب مكتب اسكندرية لان انا محتاجة يبقى عندي دخل سالوري عايزة اجيب عربية لان انا باخد تاكسي و انا بنت طويلة و ملفتة و عايزة يبقى عندي عربية مش لك لاججري كحماية فاسبت المكتب وقتها كنت ملفتة برضو يعني ما عرفش بس كنت بنت لازم اخب بالي من نفسي في الشارع يعني صراحة فانت طول الوقت كنت ملفتة في حياتك مش كده الفكرة انه البنت لازم حمايتها بتبقى اكتر من الولد فبتدوري على انك تكملي وتجيب عربية بالزبط مش اكمل ابتدي اصلا اكمل على ايه دان بابتدي الوحدي وبعد كده اشتغلت في وظيفة تانية يعني في التالكم في الاتصالات وتثبت و كان ده كان عندي مرتب الحمد لله قدرت اجيب عربية مع البنك بالاست كان نوع ايه؟ رينو كلنا ركبنا رينو في الاول دي كت اول عربية انا مرزقة ده اللي كنت دسه بقوله لحضرتك دي قصة حياتي فده الاكسبرينز بتاعتي ممكن حد يقولك رينو اول عربية اللي حصل اتثبت في الشو واخدت اشتريت العربية تقسيت يعني كت باسم البنك يعني انا لو ما دفعتش القس ياخدوها وبعدين جم قالولي بعد سنة ونص انتي مش في المكان المناسم ومشوني ودي كت احسن حاجة حصلتلي في حياتي ان كان زمانك دلوقتي في شركة اتصالات لغاية دلوقتي مسؤولة لقيت شعر مثلا 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 وساعيتها دي كتت بالنسبة لي صدمة ايه؟ هاي انت مشوني؟ لان ده ايه؟ انا انا حطيت كل الاحلام والطموحات على الوظيفة دي والاستقرار المادي بعدين قالولي ايه؟ لا سوري حربت وحاولت بس قالولي سوري واتوكلت على الله خلاص ما عامل ايه؟ بعد كده قلت انا عايزة بقى مزيعة بقى خلاص بقى اشوف لي حلم جديد اوكي؟ وانا ما عنديش اي وسطة بنت من اسكندرية ما عنديش اي وسطة في الميديا بشوف الممثلين في التليفزيون كأنهم شيء بعيد جدا يعني مفيش اي صلة فقلت طب انا ربنا مديني بعض الحاجات طيب اخش ملكات جمال مصر فاتعرف وحيجيلي عروض فاختار اللي انا عايزة وانا انسان متحفزة جدا وما يتخافش علي يعني ايه ما يتخافش علي يعني ايه؟ فيه ناس تقولك لا البنت تضيع لا انا كنت عارفة لان انظلق ايوه مش هبيع نفسي يا باشا عوز بالله خلاص ايه فروح تقدمت في ملكات جمال مصر اتلغت محظوظة جدا وبرضو محظوظة بركة يلا ساعت اقولت الله 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 ده احنا لسه بنحط الاحلام اتلغت بعد اما تلغت كانت الناس قل يا دي ايه؟ شافتني قالوا يعمل هي اعلانات ابتوم لا 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 فتاة اعلانات بالزبط وعندي الفكر اللي هو ما عرفش اتغير دهوقتي وقال لا لا ان لأ منتج ومخرج وإعلانات لا لأ حوفت بقى اعنا نفسها لا منتج ومخرج يعني ايه الفكر بتاع الشعب المصري البسيط اللي انا منه ان العالم ده انه العالم ده مخيف وان انت بحتاج يبقى عندك ضهر عشان تبقى مسنود وانا بنت جاي مسكندرية فخفت على نفسي فقلت لهم لأ مرسي قوي قالوا لي طب لو حد داي ايك امشي قلت اوكي وجيت نظر ماشي ورحت عملت اول اعلان في حياتي كان شيفولي اللي هي ابنتي بتقول كان السلوجين كده ورحت عارف الخرصة كنت والله العظيم الناس فكر ان انا مثلا ما بتكلمش وبنت حيطان كبيرة جدا حوالي اول ما يقولوا اكشن اعمل اللي بيطلبوه يقولوا cut ما بكلمش محب نهائي يقولوا بقى دي مجنونة دي دي انطوائية دي دي مغرورة دي فكرة نفسهم يقولوا ليقولوه كنش بيكلم مع حد سعفين ناك انك خايفة ايوة بالزبط ده خوف مش حواجز بالزبط ده كان تحفظ اللي هو خطوط 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 ما حادش هيعدي اي حاجة انا جاية اشتغل واتكل على الله عايزة اعرف حد ولا حد يعرفنا وعندي قصات لا ما كانش عندي قصات بقى يعني الحمد لله اه خلاص بعد كده طلبوني في اعلان تاني وبقيت اغلى فتاة اعلانات في مصر في شهور ليه كان ناعمل عندي value يعني يقولولي زيت صابون ولهم لا مش بتاعة الحاجات دي وانا ما عنديش options ودي حاجة مهمة جدا لكل بنت وولد بيبتدي حياته انت شوف البس التاج وانت بس اللي شايفه حتى لو ما فيش في جيبك ساخر بس الدنيا حتقدرك ربين حتقدرك الظروف حتقدرك الفلوس حجيلك حتتعامل كأنك متلهس وجعان حتبقى زيك زي غيرك ففي خلال شهور كنت اغلى فتاة اعلانات في مصر تخدش شغل صغير فكر كبير الظبط ما تقعدش تحرق نفسك وانت في وان شوت تعمل كل ده في فنانين مثلا عاشوا حياتهم هالك انا مخلفش لا انا مش حبق اقوم انا مفيش رجل يتحكم فيه انا مش هتجوز انا عندي احلام وحاجات وصغيرة وحاجات الى اي مدى انت لانه فيه ناس قررت ان هي تختار من الاول والله انا الموضوع ده فيه ناس تربع ياله بتاعه وش عرف ايه وحاجات كده وفيه ناس تقولك لا انا كياني كينونتي تفكري في الموضوع ده شوف استاذ عمر انا كياني يديف لا اي راجل انا معاه ما ياخدش منه كل شي اشتغلت عليه وبنيته سمعة اسلوب طريقة عدم وجود اخطاء يديف للراجل اللي انا معاه فاذا الكيان بتاعي هو اضافة انتي اضافة لاي راجل حيبقى قريب منك لا قريب مني ايه انا اصدق كزوج اه اه دي حقيقة لقي اني ست متحفزة في لبسي في طريقتي في اسلوبي في افلامي في تمثيلي في زهوري في كل شيء الراجل الشرقي يعشق حاجة زي كده ودي حاجة انا ادرك دي حاجة انا ادرك انا انا بشوف موجودة وبشوف ندرة انه تبقي في المجال ده وبالشكل ده وتبقي ما عندكيش اخطاء او ما فيش حاجة تخلي الراجل يبقى مكسوف انه تجوزك لا ندرة مش بالشكل ده والطريقة دي لا ندرة في قلة زهوري اه انا بشتغل بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده لما تقابلنا مش هتلاقيني في افتر بارتي حتى لو هي جوه حدث اه عمل مهرجان حاجة تبع شغلي عالمية فيها افتر بارتي ما احضرش فاني فانتي ممكن تحفزها في كل شيء تضحي او مش تضحي توازني في حياتك وانت ده في كلمة التوازن نكتب يقوم وتبقي زوجة شيء طبيعي طبعا اولا انا ست دي في خطتك انا ست احب جدا زي ما انا في قمة اونسي احب جدا الراجل يبقى في قمة زجورته اللي هو ايه اللي هو الرجال قومون على النساء هو اللي يقوم بي مسئوليتي حياتي شنطتي كل شيء طبعا مالستة تصرف على الرجل ده من قديم الازل كان كيف مان رجل للكهف الست بتقعد في الكهف وبيطل ايسطاض طبعا الانسة هي الاحتواء الرجل هو البروفايدر ده من قديم الازل ده احنا مخلوقين ادم وحوة كده حوة من ادم جزء فانتي ما عندكيش اي مشكلة في انك تبقي امه وزوجه طبعا ده الجزء من رسالتي كست جيت في الدنيا دي ولازم يعني اللي انا تعلمته اطلع به اطفال توازنين طبعيين سلام سلام نفسيا ناس تتمنى لخل الناس وناس بسيطة وناس مش جحدة مش قصية مش حقودة مش غيورة ده جزء من يمكن كل الربنا الدهولي يمكن ده تجهيز شو ممكن تطلع رئيس جمهورية في الاخر اجيب ولد يطلع رئيس جمهورية في الاخر فاكرة اول قصة حب في حياتك قاطبة لا يعني بس مش مش ما بقى حاجة تجيب حمودة الحب ده لا يعني انا مش انا مش انا نعمة يعيني ده حقيقة ولكني مش عبدالحليم في نفسي يعني انا شو ملسية لا انا حب الرئة النعومة الهدوء ولكن انا مش بتاعت حب افلاطوني وكده وعيشت قصص حب كتير اطلاقا لا يعني اول مرة حبيتي في حياتك يعني ممكن كان عندك 12 سنة لا لا ولا مرة لا حاجة تبتبقى انت صغير اعجاب ايوه اول ماشي انا قاسف اول مرة الحاجة اعجاب ده حصل حصل فين يعني اعجبتي بمين اول مرة يعني اول راجل اول ميل في حياتك بصيتي كده وقلت بحبه يا بابا كده لا لا مفيش الكلام ده اول لا لا مفيش كده وبحبه يا بابا لا ايه ده بسي الفكرة اين بتوعجب يعني مثلا انا كنت بالعب سباحة حلو بطل افريقيا انا بالعب في مصر باسمه مصر هو بطل افريقيا كنت عجبتي بطل افريقيا توعجب بقى بي توقع قوي ناجح بطل يعني مركز شغوف شوف انا يمكن بحب الصفات فانت حبيتي بطل افريقيا لا مش حبي يا جماعة لو سمحتوا هو لازم حب اعجاب هو انا بقولك مثلا انشيء لا عشان هو الحقيقة حب لا ايه اسمه اعجاب بتبقى صغير عجبتي ببطل افريقيا ده اول راجل خد عينك يعني ده اعجاب كده من بعيد لبعيد حلو حلو بعدم اعتراف لا يعني انت شفتيه في البسين بيبقى اكبر مني اولا تعجب بالنجاح طب قلتيلو يعني لا طبعا طب حلمتي بيه بالليل بطل افريقيا لا لا هو اتحلمي بيه هو بيعوم وانت بتعومي جنبك ده انا افتكرت بالعافية اللي انا بحكيه لك ده ينهر بياتي اه طبعا لا 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 ده اشوف انا انا مش جريقة انا مش جريقة لا هو الجرأة ملاش علا يعني يا مبنيات حبت ناس في السر فيه ناس حبت عبدالحليم يعني فيه مجانين عبدالحليم اه طبعا صح انت فهم ازاي صح فانا ما بقولش الجرأة هو انت لازم مثلا تحب تقول له اه لو سمحت انا بحبك ايه رأم لا مش لازم لا 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 ما حصلش قبل كده تفتكلي كم في المية من اللي بيتفرجوا علينا عندهم قناعة ان انت وصلت للي انت فيه عشان زكية مش عشان حلوة كم في المية تفتكلي انا وصلت للينا فيه لانه قدري ومكتوب لي وبالذات الرزل ده يجي على ظهر اعدائك يعني لو حد كده قعد يخطط لك ويفكر لك المكيدة وهو مكتوب لك رزقك عدوك هو اللي هيجيب لك رزقك انا بالله يعني ما دي طب لازم لازم اذا الناس لو حد لا انا بسألك سؤال كم في المية من اللي بتفرجوا علينا ما هو هنا ده دي وجهة نظرنا في ياسمين وجهة نظر الناس في ياسمين تفتكلي كم في المية منهم شايفين ان انت بقيت في اللي انت فيه ده في السن اللي انت فيه انت لسه في العشرينات يعني وصلت لي عشان زكية مش عشان جميلة تفتكلي انتي حسى الناس شايفاك ازاي انا اللي بشوفه من تعليقات البنات سواء على سناب شات او في انستجرام او في تويتر انه كله يقول الست دي بتطور نفسها لان الناس بتشوفني على مدار السنين انا مظهرتش النهاردة ليه انترفيو زمان السنة اللي فاتت السنة اللي قابليها السنة اللي قابليها هي تغيير فاذا ايه اللي عمل التغيير ده هو انا مثلا رحت سبخت شعري اصفر وبقت واحدة تانية حطيت لانسز وعناها بقت ملوينة النفس الشكل ايه اللي حصل عقلي اللي اتغير طريقتي اتغيرت اسلوبي ايه اللي عمل كده ذكائي انك تستمر سهمك بيطلع مش سابت حتى هيطلع ازاي بايه لو انا ست وكل التقدير هو الشكل انا مبعينش حاجة في نفسي انا ببصبخش شعري حتى انا مبغيرش لكات في اي فيلم بعمله ولا اي مسلسل انا بطلع كياسمين ودي يمكن مشكلة مع بعض مخرجين يقول لي حايزين نغير ويقولهم انا بطلع كياسم يبقى ايه اللي تغير العقل ميتين في المية ميتين في المية انا عارفة ان البنات وعيها زاد انا بشوف فانتي شايفة ان الناس اللي بتفرج علينا دوقتي شايفة انك وصلت ده عشان بتطوري نفسك مش عشان جميلة الجمال هو البيز زي ما يكون عندنا اا اماشا بيضة غير ما نجيب اماشا مكرمشة شوية اشتركوا في القناة